رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب هنكمل النهاردة ان شاء الله اول فاصل في الجزء الخاص بحسابات الاحمال طبعا الكتاب هنا بتكلم عن ان الطاقة الكهربية هي الركيزة الاساسية للتقدم والتنمية في شتى المجالات وده كلام طبعا اساسي الكهرباء هي اساس كل شيء تمام طبعا ده بيخلينا نرجع ان احنا لازم نشوف منظومة القوى الكهربية بتتكون من ايه منظومة القوى الكهربية دايما بتكون من 3 مراحل رئيسيين كلنا كمهندسين عارفين المراحل الخاصة بمنظومة القوى الكهربية 3 مراحل اساسيين اول مرحلة اللي هي مرحلة التوليد او بنسميها الجنريشن يبقى انا اول مرحلة مرحلة التوليد او الجنريشن طبعا دي بتكون فيه عندي هنا جنريشن ستيشن محطة التوليد وبعد محطة التوليد عشان اقدر انقل الكهرباء دي لمسافات بعيدة فبحاول ان يبقى الكروس سيكشن اريا او مساحة مقطع الكابلات المستخدمة تبقى صغيرة فبالتالي باضطر ان انا اقلل التيار وبالتالي بستخدم محول مهم جدا يا شباب بعد مرحلة الجنريشن اللي هو الستيب اوب ترانسفورمر اللي هو محول رافع طبعا ده ستيب اوب للفوتج وبالتالي الكارنت هيقل وبعدين اروح داخل بقى واخد الكارنت الصغير ده وموصله على الترانزميشن لاينز وبالتالي احنا بندخل فيه المرحلة التانية اللي هي مرحلة النقل مرحلة النقل طبعا الترانزميشن لاينز دي بتكون هندردز اوف كيلوميتر يعني ممكن تكون مئات من الكيلومترات خطوط النقل بتاعت دي بروح طبعا من ابراج النقل اللي هي الموجودة قدامي دي بعد كده باخد الكهرباء واعمل لها عملية عكسية اللي هي ستيب داون ترانسفورمر يبقى انت في بداية النقل وفي نهاية النقل بتبقى انت مركب ستيب اوب عشان ترفع الجهد وتقلل التيار وتسهل عملية النقل وبعد كده لما تروح عند التوزيع تمام قبل التوزيع بتركب ستيب داون ترانسفورمر يعني كل اللي احنا بنشوفه في الشغل بتاعنا في الدستريبيوشن بيبقى عبارة عن ستيب داون ترانسفورمر وبعدين بروح لمرحلة الدستريبيوشن طبعا هنا او التوزيع بتروح على الاندستريال الحاجات اللي هي الصناعية او الدوميستيك اللي هو السكني او البرايفت تمام حسب طبيعة الاحمال طيب انا ببدأ من فين عشان احدد كل الناس دي يعني انا عشان اقول والله انا عايز جينيريشن بمقدار كذا وعايز محاولات ستيب اوب وستتيب داون بمقدار كذا ده كله بيتحدد بناءنا على الاحمال يعني انا ببدأ من الاخر يعني حساباتنا ان انا بحسب الاحمال المطلوبة في السكني مثلا او في الصناعي او في التجاري الكوميرشيل وبناء على هذه الاحمال بتتحدد كل المنظومة السابقة من النقل والتوليد وبالتالي هو بيقول لي كلام منطقي جدا الاحمال هي اخر جزء في المنظومة ولكنها معيار واساس تحديد حجم ومتطلبات اي منظومة قوة قربية يبقى الترانزميشن والجينيريشن مبني على الاحمال وبالتالي هو الرجل بيركز على ان اخر جزء اللي هو الحمل هو المسؤول عن محطة التوليد عشان يبقى الحسابات بتاعته مزبوطة وبالتالي انا باخد في الحسابات بتاعتي اثناء التصميم حسابات الاحمال لأي شبكة كهربية خلي بالك وحتة مهمة جدا انا دايما في التصميم بحسب الاحمال الحالية وبحسب الحمل المستقبلي او بسموها التوسعات تمام التوسع المستقبلي لأحمال الشبكة الكهربية الحتة دي مهمة جدا لازم نعملها هايلايت يبقى انا دلوقتي لازم لما اعمل تصميم اعمل حسابات الاحمال الحالية والتوسع المستقبلي في هذا المكان ممكن يكون توسع في الروحة العمرانية أو مكان تجارية ممكن فيها توسعات أو أخذ في حساب النمو السكاني وتطور التكنولوجي الموجود إن أنا هزود معدات كهربية تانية أو الطلب نفسه الديماند هيزيد على الكهرباء في المكان ده عشان أعمل دراسة طبعا تبقى الدراسة مستوفية للأحمال الحالية وكمان الأحمال المستقبلية طيب تعالوا كده بالراحة كده نفهم أول حاجة يعني إيه حمل كهربي تعريف الحمل الكهربي بالبلد الحمل الكهربي هو القدرة المسحوبة من مصدر التغذية يعني أنا هاخد من اللوحة دي باور كام أو من المصدر باور كام عشان أغذي الحمل الحمل هو القدرة المسحوبة من مصدر التغذية بوسطة المعدة أو الجهاز الموصل بالدائرة الكهربية طبعا ده بيحولها من صورة إلى أخرى يعني أنا باخد مثلا في الموتور صورة حركية وبالتالي بحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية في الكشاف بحولها إلى ضوء تمام؟ ولذلك طبعا هو بياخد القدرة الكهربية لتحويل الطاقة الكهربية من صورة إلى أخرى طبعا والحمل الكهربائي بيقاس بالفولتا أمبير طبعا احنا عارفين المعادلة بتاعتنا الباور بي بتساوي آيف في أو الباور بي بتساوي آيف في كوزاين فاي أو في في حالة السري فيز الباور بي بتساوي جزر ثلاثة آيف في كوزاين فاي فهي بتقاس بالفولتا أمبير لو كان القدرة الكلية بالفولتا أمبير أو بالكيلو فولتا أمبير أو بالوات أو بالفار طبعا ده يرجعنا للمسلس الخاص بالقدرة لو انت فاكر دي الزاوية فاي دي هنا الأكتف باور هنا الكيو الرياكتف باور هنا الإس اللي هي الأمبير أنت باور طبعا هنا الفار الفار اللي هو أو الكيلو فار وحدة قياس القدرة الغير فعالة والوات هو وحدة قياس القدرة الفعالة والإس اللي هي بتساوي آيف في الفي واحدة قياسها بالفولت أمبير أو القدرة الأمبير أنت باور أو القدرة الكلية وبالتالي الحمل الكهربي لمبنى أو منشأة عبارة عن محصلة أو ميموع الأحمال الكهربية المختلفة الموجودة في المبنى يبقى أنا هشوف أنواع الأحمال الكهربية الموجودة في المبنى تمام دي هي الحمل الكهربي لهذا المبنى طيب إيه هي يا دكتور تصنيف الأحمال الكهربية أنا أقدر أصنف الحمل الكهربية بناء على احتمالات كتير رقم واحد رقم واحد التصنيف بتاع الحمل تمام بناء على طبيعة مكونات الحمل طبيعة مكونات الحمل يعني ايه والله الحمل ده ممكن يكون معظم الاجزاء اللي فيه عبارة عن resistive load او بيسموها مقاومات تمام في عندي احمال كتير جدا بتبقى طبيعتها مقاومات resistive load في احمال تانية بتبقى كباستفلود سعوية كباستور مكسف تمام في احمال تانية بتبقى inductive load تمام طيب بقى كده في احمال بتبقى compound load او بيسموها احمال مركبة يبقى انا لو جيت احفظ معاك كده اهو كام نوع من الاحمال طبيعة مكونات الحمل رقم واحد احمال مقاومات resistive resistive load رقم اتنين كباستفلود رقم تلاتة inductive load رقم اربعة compound load او حمل مركب بيبقى انا شوفت دلوقتي اربع انواع لتصنيفات الحمل من ناحية طبيعة الحمل نفسه طيب ممكن ندرس من ناحية خواص الحمل الكاركترستيكس بتاعت load تمام وبالتالي انا هقدر اصنفها الى نوعين رقم واحد رقم واحد تمام احمال خطية رقم واحد احمال خطية اللي هي linear load هنشوف انواع كتير دلوقتي اصنع الشرح ل weekend load بعد كده رقم اتنين non linear load رقم اتنين non linear load رقم اتنين non linear load انا لو سألتك خواص الحمل يبقى انا من ناحية خواص الحمل بقدر اقسمها رقم واحد ل linear load تمام رقم اتنين رقم اتنين non linear load يبقى من ناحية خاص الحمل linear و non linear طيب من حيث وعرض الاطوار اللي هي الفيس دي سهلة انا بقسمها لاثنين رقم واحد اللي هو اوحادي الطور اللي احنا بنسميه single phase تمام وسلاسي الطور اللي هو three phase يبقى اوحادي الطور single phase وسلاسي الطور three phase ده رقم اتنين من ناحية ظروف التشغيل حسب بقى طبيعة الحمل من ناحية ظروف التشغيل حسب طبيعة الحمل في حمل بيبقى مستمر بيسموه continuous load دايما شغال في حمل غير مستمر non continuous load في حمل متقطع التشغيل بيسموه intermittent load intermittent كمام يبقى ده من حيث ظروف التشغيل طيب من ناحية التخطيط هل الحمل ده موجود بالفعل ولا لسه هيبقى حمل مستقبلي اقدر اقسم الاحمال لاتنين حمل حالي اللي هو تمام وحمل مستقبلي اللي هو بيسميه او يبقى مهم جدا هل الحمل ده انا محمل بالفعل على الحاجة دي ولا لسه ده الكلمة دي مهمة جدا سبير هنشوفها في لو حد دلوقتي يقول لك والله المكان ده سبير ده فاضي على اساس ان انا لو اي زيادة في الاحمال المستقبلية او في اقدر احط في الحمل بتاعي طيب من ناحية اهمية الحمل هل الحمل ده او 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 هل هو حمل حيوي ولا حمل ضارق بيشتغل ولا هو حمل احتياطي تمام ولا حمل عادي اللي هو نورمال لود يبقى انا لو سألتك من ناحية اهمية الحمل في عندي اربع اربع تصنيفات رقم واحد حمل حيوي رقم اتنين حمل طوارئ امرجنسي لود رقم تلاتة حمل او احتياطي رقم اربعة نورمال اللود او حمل اعادي ده تصنيف مهم جدا طيب لو احنا عايزين نشوف من ناحية فئات المستهلكين او فاتورة الكهرباء بيتم تصنيفها تمام طبقا ليه الهيئة المسئولة عن شبكات التوزيع لطبيعة الاحمال دي مهمة جدا في عندي احمال سكنية الاحمال السكنية دي بتشمل ايه دكتور بتشمل المدن وضواحيها والقرى يعني المباني السكنية كل انواع ده بيسموه حمل سكني حمل سكني طيب النوع التاني حمل تجاري ده بيشمل الاسواق والمجمعات التجارية والمعارض والفنادق والمستشفيات والمباني الادارية والمطارات يبقى ده كله بيسموه ايه حمل تجاري حمل تجاري بيشمل ايه التجاري انه هناخد تصنيف ده ونشوف حسب نوع الحمل والله المجمعات التجارية والاسواق ده الناس عارف ان هو تجاري المعارض تجاري برضو الفنادق تصنف تجاري المستشفيات تجاري المباني الايدارية والمطارات والموانئ والمباني الحكومية ده كله بيتصنف على انه حمل تجاري الاحمال التجارية بعد كده في عندي الاحمال الصناعية الاحمال الصناعية دي بتشمل مصانع الصغيرة والمصانع الكبيرة والورش دي بنسميها احمال صناعية في عندي الاحمال الزراعية دي بتشمل معدات الري والمكاين الخاصة بالزراعة ومحطات الالبان دي كلها بنسميها احمال زراعية في بعد كده احمال الخدمات العامة دي بتشمل الإنارة تمام سواء كإنارة طرق والشوارع وأحمال النقل كمترو الأنفاق دي كلها بنسميها أحمال الخدمات العامة يبقى أنت عندك كم نوع ده مهم جدا الجزء ده تمام أنا قدر أصنف الأحمال رقم واحد أحمال سكنية رقم اثنين أحمال تجارية رقم ثلاثة أحمال صناعية رقم أربعة أحمال خدمات عامة تمام طبعا في الإسكان الناس بتسميها إسكان منخفض وإسكان متوسط وإسكان عالي حسب طبعا طبيعة الأحمال طيب من حيث نوعية الحمل أو المعدة زي ما قلنا في أحمال إنارة سواء كانت إنارة داخلية إنترنال أو خارجية إكسترنال أو إنارة طوارئ تمام اللي هي في بعد كده أحمال مخارج القوة اللي هي السوكت أو البرايز تمام العادية والخاصة بالأجهزة والمعدات الميكانيكية ودي حتة مهمة جدا عندنا في كورس تقدير الأحمال مهم جدا بعد كده في عندي أحمال أحمال المحركات الكهربية أو المواتير أحمال المحركات الكهربية والمواتير ودي لها حسابات خاصة بيها وبعد كده أحمال Thomas The Heat Ventilation Iron Condition أو بيسموها أحمال التبريد والتهوية والتكييف والتسخين وبعد كده الأحمال الخاصة أو الأحمال المتنوعة طبعا هنا بيديني إيه هو الفرق بين حسابات الحمل المبدئي وحسابات الحمل النهائي. بقى انا عندي هنا حسابتين. حسابات الحمل المبدئي وحسابات الحمل النهائي. بقى لو سألتك ما الفرق بين حسابات الحمل المبدئي والحمل النهائي هنبدأ نعمل واجه مقارنة بينهم كده. والله الحمل المبدئي ده يتم حساب الحمل باستخدام معامل كسافة الحمل النوعي. يعني ايه الكلام ده? يعني انا بحسب لكل متر مربع كم فولت امبير. مهم جدا. بحسب لكل متر مربع كام فولتا امبير. تمام? وده بيبقى ستندرد. يمكن حصول على تلك القيم بسهولة من خلال بيانات الاستهلاك. والجدول الاحتمال المعتمدة من شركات التوزيع الكهرباء لنفس المشروع. يبقى انت نفس نوع المشروع. تقول والله لو تجاري لو سكني حسب الشركة بتاعت التوزيع بتاعت شركة الكهرباء في المكان ده. في البلد ده. تمام? او حسب الاكواد العالمية. يعني انت هنا بتحسب طبقة للمساحة. والحساب ده مهم جدا يا شباب. بحسب كل متر مربع بياخد كام فولتا امبير او كام كيلو فولتا امبير. ضيب. من خلال حساب الحملة يمكن تحديد مبدئي لمتطلبات المشروع من ناحية التغذية الكهربية وتحديد نقاط الربط مع شبكة التوزيع والمعدات الرئيسية المطلوبة زي المحولات والمولدات. وان انا احجز اماكن بالمساحات المطلوبة للمعدات دي. يبقى انا عملت حسابات مبدئية بناء على المساحة. وشركات الكهربية بتعمل كده. تمام? طبعا ده من ابسط طرق للحصول على الحمل المبدئي ولا يؤخذ في الاعتبار عدة عوامل مهمة. زي ايه طيب ما بياخدوش في الاعتبار. معامل قدرة مثلا. الهارمونيكس التوافقيات. وبالتالي يعد هنا طيب غير دقيقة. تمام? نظر للتطور المستمر في الاحمال في المشروع. بس انا اقدر اقول والله المبنى ده بناء على المساحة يقدر ياخد تقريبا كام فولتا امبير او كام كيلو فولت امبير. يعني هو هنا بيستخدم معامل طلب طبقا للمساحة. من الاخر انا بقول كام فولتا امبير لكل متر مربع. ده التقدير المبدئي للاحمال. طيب التقدير النهائي ده بيتم ازاي? لا بقى يتم حساب الحمل باستخدام البانات الفعلية. يبقى انها صمم الاول بعد ما صمم واعمل الحسابات الخاصة في جميع المعدات الموجودة داخل نطاق المشروع. مع الاخص في الاعتبار كمان المعدات بالتفصيل. انواع الحمل. المعدة نفسها ومكوناتها وقدرتها وايه هي ظروف التشغيل وطبيعة الاستخدام. هل هي بتستخدم حمل عادي بيشتغل على طول ولا حمل طوارئ? طيب ومن خلال حساب الاحمال يمكن عمل مخطط الوحادي. وده مهم جدا. اهم شغلنا نحنا في الكهربا اللي احنا بنسميه SLD او Single Line Diagram. Single Line Diagram. واحدد بناء عليه متطلبات المشروع من اللوحات الرئيسية واللوحات الفرعية والكابلات. يبقى ده هو الحسابات او حساب الحمل النهائي الفعلي اللي المفروض انا استند عليه. طيب بيقول لنا اجب عمل حسابات دقيقة وشاملة لجميع الاحمال. بداية من احمال. مين بقى? احمال اللوحات الفرعية. وحتى مصدر التخزي الرئيسي. مع الاخص في الاعتبار جميع التفاصيل والعامل المؤسرة كمعامل القدرة والتوافقيات والهبوط في الجهد. ووجود محركات احمال خاصة. ده كله لازم اعمله في الحسابات الخاصة بالحمل النهائي. بدا حسابات بالضبط بناء على الاحمال الفعلية وطبيعة شغلها. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.